اشتركوا في القناة هنتكلم في الاتيكيت هنتكلم في الميكوب واسراره هنتكلم عن العناية بالبشرة والشعر وكمان هنتكلم عن الفاشن والموضة ومش هننسى كمان الدايت النهاردة حلقتنا هتكون مهمة جدا ومميزة لانها هتكون لكل الاسرة حلقتنا هنتكلم فيها عن روتين العناية بالبشرة في فصل الشتا وطبعا مهم جدا قبل ما نعرف روتين العناية بالبشرة لازم نعرف إزاي أقدر أتعرف على بشرتي وإيه هي أنواع البشرة اللي كلنا يعني مش كلنا نعرفها أغلبنا بيعرف أن أنواع البشرة هم نوعين فقط أنه هم نوعين فقط أو ثلاث أنواع لكن المفروض أننا من خلال حلقتنا النهاردة هنعرف أننا أنواع البشرة معنا هم خمس أنواع أول نوع من أنواع البشرة هي البشرة العادية البشرة العادية بتكون هي بشرة دايما بتتميز أن هي فيها نضارة مشاكلها قليلة مقسامها ضيقة عيوبها مش كتير خالص ودي من أهم يعني تعتبر ميزة فيها لأن البشرة دي مش بتحتاج مننا عنها دايما ويعني بتستحمل عدم الاهتمام شوية طيب تاني نوع من أنواع البشرة معنا هي البشرة المختلطة البشرة المختلطة هي من البشرات اللي بتحتاج عنها لأنها بتاخد صفات أو خصائص نوعين من أنواع البشرة لأنها بتكون جفة في بعض المناطق ودهنية في مناطق أخرى البشرة المختلطة بتكون دهنية في منطقة التيزون وجفة في بقية المناطق زي الخدود والدقن بتكون طبعا من صفاتها أو من خصائصها أن هي مسامها واسعة بيبقى طبعا فيها بصور بيبقى فيها رؤوس سودة وزي ما قلنا برضو هي من البشرات اللي بتحتاج عنها طيب نيجي نتكلم عن البشرة بعد كده النوع اللي بعد كده هي البشرة الجفة البشرة الجفة من مويزاتها طبعا ومن اسمها هي بيبقى فيها قشور بيبقى فيها كمان احمرار وبتبقى خالية من اي لمعان ومساماتها صغيرة وما المسها بيبقى خشن ومش مرنة ودايما بيبقى فيها الخطوط التعبيرية بصورة مش كويسة نيجي على تالت نوع معانا وهي البشرة الدهنية من الحاجات اللي احنا كلنا بنبقى مش عارفينها إن البشرة الدهنية من البشارات اللي تعتبر أكتر نوع بشرة بيحتاج عنها لأن تراكم الدهون عليها بيخلي المسام بتاعتها مع مرور الزمن وعدم العناية بيها بتبتدي المسام توسع وبتبقى شكلها مش حلو جدا ومش لطيف طيب ايه تاني بيميز أو بتتميز بيه يعني الخصائص اللي نعرف منها البشرة الدهنية مبدئيا طبعا هي دايما مظهرها بيبقى زيتي ولامع من الحاجات التانية وطبعا دي الأساسية في البشرة الدهنية إن هي بشرة كلها حبوب وكلها دهون وكلها بصور سودة ممكن نقول شوية من أحد المميزات اللي فيها أو الخصائص الكويسة اللي فيها إن هي بتقاوم شوية التجعيد أكتر من باقي أنواع البشرة طيب آخر بشرة معانا هي أو آخر نوع من أنواع البشرة اللي لازم نعرفه هي البشرة الحساسة البشرة الحساسة هي نوع من أنواع البشرة وفي نفس الوقت إحنا ممكن تكون بشرتي يعني مثلا بشرة جفة وحساسة بشرة دهنية وحساسة يعني هي ممكن نقول إن هي نوع لوحده وممكن نقول إن أنا بشرتي هي نوع معين بس إضافة لكده إن هي أيضا بشرة حساسة تمام؟ طيب البشرة الحساسة يا جماعة هي أعرفها منين أو أنا بعرف إزاي إن بشرتي حساسة دايما وأكتر سبب بيخليني أقدر أوصل للمعلومة دي أو إن أنا حدد نوع بشرتين هي بشرة حساسة هي بتي عن طريق إن أنا بستعمل المنتج وبلاقي إن المنتج ده إداني صايد إفكت ما إدانيش النتيجة اللي أنا عاوزها لأ بالعكس ده سبب لي تهيج وحمرار في البشرة سبب لي جفاف في البشرة رغم إن أنا بشرتي قريدي مش جفة فطبعا ببتدي أعرف من الجزئيات دي أو من بعد ما بعمل ده ببتدي أعرف إن أنا بشرتي محتاجة مش أي منتج هي ناسبها مش أي منتجات أقدر استعملها معاها سواء غسول سواء تونر لأفل المسام سواء الترتيب حتى الترتيب بتاعها هبقى محتاجة أنواع معينة مش أي أنواع طيب بعد كده أنا عاوز أعرف إزاي أتعرف على نوع بشرتي أنا كده يعني قلت الخصائص بتاعة الأنواع دي طب أنا قريدي مش عارفة عن شفت الصفات دي يعني مش قادرة حدد البشرة بتاعتي نوعها إيه طيب فيه اختبار صغير أنا ممكن أعمله هو إن أنا بجيب الكلانزر بتاعي اللي هو الغسول بتاعي بجيبه من أي برند أي نوع يعني سوري يعني أي برند بس يكون نوع مناسب لكل أنواع البشرة بحيث أن أنا لما أستخدمه أيا كان نوع بشرتي ما يأزنيش وبعد كده ببتدي أخس البشرتي بالغسول ده أو بالكلانزر اللي أنا جبته ده وبجفف بشرتي بطريقة سليمة وجماعة بلاش يعني بلاش نبقى عنفين وإحنا بنتعامل مع البشرة أنا دايما لما باجي أستعمل منتجات أول حاجة تكون يعني خصوصا في تكفيف البشرة أبقى متأكدة أن أنا باستخدم حاجة قطن مية في المية وأنا باستخدم أنا مش باستخدم بحركات عنيفة على البشرة أنا بطبطب بتعامل معها بطريقة كويسة وبعد كده بعد ما غسلت بشرتي أنا باجففها ومش باستعمل معها أي حاجة يعني ما بحطش عليها ولا ترتيب ولا تونر ولا أي حاجة خالص أنا بتكلم عن اختبار لمعرفة نوع البشرة تمام بدأت جففت بشرتي أنا هسيبها ساعة كاملة بدون محط عليها أي حاجة بعد الساعة دي هستخدم قطن الميكوب أو أيوة ألو أزايك يا أمار عاملة أي حبيبتي الحمد لله من ورا الشاشة مرسي يا روحي ربنا يخليكي أنا بس كان عندي استفسار يعني أنا إزاي أعرف نوع بشرتي وإيه طريقة الصح يعني اللي أنا يعني اللي أنا بشرتي تمام تمام ده بالضبط موضوع حلقتنا النهاردة يا جميل وهجوبك طبعا عليه أول حاجة لكنت لسه بقولها أنا زي يعرف نوع بشرتي أنا فيه اختبار بسيط جدا بعمله في البيت يقدر يعرفني نوع بشرتي ايه تمام ده أنا يعني مش كل الناس بتبقى درسة أو مش كل الناس بيبقى عندها فكرة فسهل جدا إن أنا لما أعمل الاختبار ده أعرف بعدي أنا نوع بشرتي ايه وبالتالي هقدر اتبع الروتين المناسب ليها ليه لأن أنا مثلا بشرتي مختلطة لو أنا تعاملت معاها على إنها بشرة دهنية مش هوصل بيها برضو للنتيجة الصحة ولعكس لو أنا بشرتي جفة وتعاملت معاها على إنها بشرة مختلطة مثلا ده بعتبر إنه هم يعتبروا نوعا ما البشرات اللي أنا بتكلم عنها فيها صفات قريبة من بعض بس استحالة تكون بشرتي جفة وتعامل معاها إنها دهنية بس برضو من المفهومات الخطأة إن فيه ناس كانت بتتعامل مع البشرة اللي فيها كشور إن هي بشرة دهنية دهنية دي بتطلع قشرة لا هي جفة فبتطلع قشرة مش دهنية فهجاوب بك يا نها هكمل الاختبار ده والاختبار ده تركزي معايا واسمعيه هتقدري منه تعرفي نوع بشرتك وبعد كده هنكمل بقية حلقتنا اللي هيكون فيها روتين العناية بكل نوع من أنواع البشرة وتشرفتي بيك يا حبيبتي نرجع تاني للاختبار بتاعنا وقلنا بعد ما أستخدم غسول يكون مناسب لكل أنواع البشرة ياريت يا جماعة نبعد عن الأنواع الصابون الطبيعي يعني أنواع الصابونة عموما بلاش نتعامل بيها مع البشرة يعني خلي الموضوع يبقى طيب شوية إن أنا لو رحت الدكتور وكتب لي مثلا صابونة معينة لمشاكل معينة في بشرتي ما فيش مشكلة أننا نستعملها ومن الحاجات برضو اللي هحب أقولها في الجزئية دي إن أنا حتى وانا بتعامل يعني أنا عندي مشاكل مثلا زي حبوب الشباب أنا مهمة جدا إن أنا أهتم مع العلاج بالترتيب لأن في ناس بتبتدي تدخل في روتين العلاج بتاعها أين كان يعني بتروحت عالتة مثلا رحت للدكتور وكتب لي علاج أو أين كان أنا رحت الصيدلية وجبت علاج للمشكلة اللي عندي سواء هي حبوب أو سواء هي مثلا رؤوس بيضة مثلا حابب يعني حاجة جرح مثلا ومعلم أين كان الروتيني أو الحاجة اللي أنا بعملها علاجية مهم جدا إن أنا أهتم معها بترتيب بشرتي ما ينفعش أنا في أي وقت ألمس بشرتي ألاقي أما ألاقي فيها جفاف كتير أو دهون كتير يعني الملمس ده مع الوقت أو المظهر ده مع الوقت كلنا هنتضايق منه يعني بشرتك هتتعب منه ومع الوقت مش هتبقى زي ما أنت حبة وللأسف إن إهمال الروتين بتاع البشرة وإهمال العناية بيها بيقدي بعد كده نهاية بتبقى مش زي ما احنا حبين وللأسف بيبقى في وقت صعب إن أنا أرجع يعني أبتدي أعتني بها تاني أو اللي هو مهما عملت مش هتديني برضو النتيجة اللي زي ما كون اهتمت من زمان يعني أنا نفسي كل أم تهتم بإن هي أطفالها منهما يعني مجرد يعني هنتكلم مثلا عن فيه سن مثلا البلوغ مهم جدا إن أنا أبتدي أعلم أطفالي من السن ده إن هما إزاي يعتنوا ببشرتهم لأن في الفترة دي بيزداد بيبتدي يحصل تغيرات وهرمونات وحاجات زي كده دي معاها بتبتدي البشرة الأطفال بعد ما كانت الملمس الحلو والجميل اللي إحنا كلنا عارفينه والبي سكان اللي إحنا عارفينه الموضوع بيبتدي يتحول طبعا لمشاكل وحبوب شباب لو أنا علمت أولادي من دلوقتي من السن ده إن هما يبتدوا يعتنوا ببشرتهم يعني هيبتدي الموضوع معهم يبقى مختلف تماما عن إن أنا بيجي لي مثلا عميلة مثلا عندي تمام فضلي معناتي لفون تمام ميار علو علو إزايك ميار معايا علو أيوة علو علو أيام ميار معاكي سمعاكي حبيبتي تفضلي علو 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 أيام ميار معاكي تفضلي علو علو ميار علو تمام هنرجع تاني كنا بنتكلم عن إن إحنا مهم جدا إن إحنا نعرف أطفالنا ابتداء من يعني من سن صغير من سن 14 و15 سنة هما إزاي يبتدوا روتين العناية ببشرة حتى لو روتين بسيط لأن طبعا هما في السن ده برضو مش هيحتاجوا مستحضرات قوية قوي بس هي مجرد الفكرة إن هتبتدي معاهم الموضوع هيفرق معاهم جدا وخصوصا في الفترة دي مع فكرة حب الشباب إن أنا إزاي هما في الفترة دي بيحتاجوا علاجات لحب الشباب مثلا والمشاكل اللي بتبتدي معاهم في السن ده فإزاي أعرفهم إن أنا مش مجرد إن أنا أحط علاجة على وشي للمشكلة اللي ظهرة عندي من غير مهتم بروتين العناية بالبشرة تمام؟ نرجع تاني نكمل كلامنا لفكرة إن إحنا كنا بنتكلم عن أنواع البشرة وإزاي أعرف نوع بشرتي جودنا الجزئية دي وهنيجي دلوقتي للجزئية اللي بعد كده هي يا جماعة كنا بنتكلم عن الاختبار الاختبار معرفة البشرة بعد ما نضفت بشرتي زي ما قلنا وتقومت بتجفيفها تماما بعد كده أنا بسيبها ساعة كاملة وبعدين بجيب أي حاجة أي منادي الميكوب أو أي منتج أكون أنا أقدر أستعمله يكون آمن ولطيف على البشرة ببتدي أشوف المناطق اللي هي مناطق الخدود والمنطقة التي زون ومنطقة الخدود من خلال المناطق دي أنا ببتدي أعرف البشرة عاملة زي طب أنا حطيت المنديل أو يعني حطيت المنديل في المنطقة دي لو المنديل طلع يعني شلته لقيته نضيف جدا وجاف ما فيش فيه أي حاجة في كل المناطق دي أنا أوتوماتيك أعرف أن أنا بشرتي نوعها البشرة العادية ودي طبعا زي ما قلنا هي تعتبر ألطف أنواع البشرة لأن هي بتحتاج روتين بسيط جدا للعناية بيها مش بتحتاج روتين كتير ومع أبسط اهتمام هتديني نتيجة كويسة تمام مايار مايار معايا أيوا إزاي حضرتك إزايك يا أمر عاملة إيه الحمد لله كل حالة من فضلك بس أنا كنت عايزة استفسر أنا زي أقدر يعني أعتني بمشريتي دقي الدهنية في الشفا تمام هجاوبك يا مايار دلوقتي على السؤال حالا ولو فيه ريس لو فيه كمان مسكات طبعية برضا بتحايت تقوليها تمام يا قلبي ده موضوع الحلقة وبالضبط ده اللي هنقوله دلوقتي إن شاء الله يا حبيبتي هجاوبك حالا يا حبيبتي نورتين يا مايار هنكمل ونقول طيب أنا شفت المنديل زي ما قلنا وأول نوع من بشرة لو أنا لقيت المنديل جاف تماما ما فيش في أي حاجة فأنا كده بشرتي عادية طيب أنا لو لقيت المنديل برضو في نفس المناطق وأخدوا بالك أنا هنا بتكلم عن الخدود والمنطقة التيزون تمام لو المناطق دي كلها المنديل لقيته فيه دهون معنى كده إن أنا بشرتي مختلطة ليه؟ لأن أنا بشرتي لو دهنية ده يعني دي البوينت اللي بعد كده بشرتي لو دهنية يعني لو لقيت المناطق دي كلها بلدأن فيها دهون يبقى أنا كده بشرتي دهنية المنطقة دي فقط التيزون فقط أنا كده بشرتي مختلطة تمام؟ آخر بشرة أو آخر حاجة تدل إن تعرفني نوع بشرته هي البشرة الجافة طبيعي جدا إن البشرة الجافة بعد ساعة من غسلها إن طبيعي جدا إن أنا هلاقيه في المنديل قشور وده هيعرفني إن أنا بشرتي نوعها بشرة جافة طيب البشرة الجافة يا جماعة أو عموما البشرات كلها محتاجة جدا جدا يعني إحنا من أكتر الحاجات اللي بنعملها غلط إن إحنا بنهمل شرب المية في فصل الشتاء وده بسميه أو بنسميه الترتيب الداخلي عدم شرب المية الكافية أو السوايل الكافية في فصل الشتاء وطبعا ده بيبقى أوتوماتيك لإن إحنا بجسمنا مش بيبقى يعني مش بنحس بالعطر زي فصل الصيف فبالتالي إحنا بنهمل شرب المية وده بيقديل مشاكل كتيرة جدا في صحتنا وطبعا من أهم الحاجات اللي بتتأثر هي البشرة فأول حاجة ممكن نقولها في روتين العناية بكل البشرات وطبعا خصوصا البشرة الجافة بتحتاج جدا جدا لإنه أوريدي هي بشرة بطبيعتها بتفقد للترتيب هي فقد الترتيب بتاعها فأنا لو كمان كملت على ده بإن أنا بطلت أشرب مية فأوريدي هي مفيش مش داخلها العناصر اللي هي محتاجاها فبالتالي هشوف مظهر مش كويس أنا مش حباه فأرجوكم أرجوكم جميعا نهتم بشرب المية في فصل الشتاء لإن ده من الحاجات اللي بتأثر على صحياتنا في كل حاجة مش في البشرة وبس طيب هنبتدي في روتين العناية بالبشرة هنبتدي بالبشرة هنبتدي بالبشرة الجافة تاني معنا أميرة أميرة سعيكم عليكم السلام أميرة أميرة وطي التليفزيون شوية حبيبتي عشان تسمعيني كويس أنا طفيته طفيته طمام بعد ينتك ممكن بس إيدي على طول ناشفة جدا وبحط لها مرتبات كتير وبرضو مفيش فائدة فيه تمام طيب أنت بتستعملي دايما يعني إيديك دايما بتبقى فيها يعني بتخسلي مثلا ما هي سخنا في المصباح وكده تمام طيب بصي في حاجات بسيطة جدا ممكن تعمليها زي مثلا أنت ممكن دايما يبقى فيه لمونة جنبك يعني على الحوض مثلا وأنا دايما بعد مجرد ما بخلص أنا لازم يعني لازم أأخذي اللمونة هتتمسكي اللمونة وتعملي بيها إيديك دا بعد ما خلاص خلصت ونشفت إيدي لو عملت الموضوع دا بصفة مستمرة مع الترتيب هتلاقي الموضوع مختلف تماما ممكن تعملي برضو للإيد سكراب بالسكر ومعالي عصرتين لمون ومعاهم مثلا معلقتين زيت زتون برضو تخليه مثلا حتى لو هتعمليه يومي تمام وهتبتدي تعملي دا مجرد ما تخلصي وبعد ما دخل يعني قبل ما خلاص أنا كده إيدي مش هتتحط في المية تاني أرطب إيدي بنوع الكريم اللي أنا بستعمله أو بأي نوع من أنواع المرتبات اللي معروفة أن هي تكون قوية شوية طول ما أنا بشرتي بتميل الجفافي أنا لازم أستخدم مرتب يكون قوي شوية بس هتلاقي الدنيا معاك أحسن كتير إن شاء الله يا حبيبتي نكمل يا جماعة تاني وهنرجع كنا متكلم عن البشرة الجفة صحي كده طيب البشرة الجفة أول حاجة إحنا مهم جدا نعرفها طبعا زي ما قلنا أول حاجة إن إيه اللي تشور بالمية بيأثر عليها تاني حاجة إن هي طبعا في فصل الشتاء بتتأثر بالطقس البارد والهواء البارد فبتبتدي أصلا بعيدا كمان عن عدم الترتيب بتاعها أو قلة الترتيب بتاعها إن هي بتبتدي تجف زيادة طيب محتاجة أعمل إيه للبشرة الجفة عشان خاطر يعني أوصل بيها للنتيجة الصحة واللي تبقى مرضية بالنسبالي وأشوفها بصورة أنا أكون حباها وراضي عنها يعني أنا أسمات فضالي عليكم السلام عليكم عليكم السلام بنتي عندها ستة شهور وشعرها قشرة كلهم وشعرها تامل إيه ستة شهور أم تمام طب إيه طيب هي يعني ممكن تكون استخدمت أدوات تسريح تكون بتاعة حد تاني مثلا لأ لأ أنا بعمل لها شعرها بمية بس طب بتستخدمي مية ساقة ولا مية دافية ولا صحنة لأ لالفترة العادية طيب تمام طب المنتج اللي بتستخدميه يعني عامل إزاي بتغسللها شعرها بمنتج يعني أنا مش عايزة أسامي بس يعني انتي في بمنتج بس مش على طول يعني على قطرات عشان شعرها تمام بس تمام بس هو يعني غالبا حاجة من الاتنين اللي تعمل إشرة في السن ده يا إما أنا بستخدم مية سخنة حرارتها زيادة شوية فطبعا الطفل في السن ده البشرة عنده أو الفروة الراسة عندها حساسة جدا ومش بتفرز الدهون الكافية اللي تحميها من حرارة المية نفس القصة مش بتفرز الدهون الكافية اللي تحميها من المنتج إنه هو يكون قوي شوية آآ ودي يعني ممكن حاجة طبيعية في السن دوت ومهي يعني حاولي بس إن انتي آآ تمام تمام طيب آآ هنكمل معلش يا جماعة عشان خاطر آآ وقتنا هنكمل يا جماعة عشان خاطر وقتنا تمام وللأسف خلصت حلقتنا وأكيد لينا لقاء تاني في الأسبوع الجاي إن شاء الله وهنتكلم تاني وأكتر عن البشرة لإن الكلام عن البشرة أكيد مش بيخلص سعيدة جدا إنه كنت معاكم آآ يعني جملة أخيرا أقولها على البشرة أتمنى إن كلنا يا جماعة نعتني ببشرتنا لإن هي عنوان لينا وعنوان لشكلنا وبتأثر جدا على سلوكياتنا مع بشرتنا بتأثر جدا على ثقاتنا في نفسنا وسعيدة جدا إنه كنت معاكم وأتمنى إنكم كنت ضيفة خفيفة عليكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج أسرار بيت الجمال ترجمة نانسي قنقر